اهلا بكم مشاهدين الكرام ومتابعي قناة الموريتانية في هذه الحلقة من برنامج الصحتك موضوع هذه الحلقة هو اهمية الصحت الجلد والبشرة ولمناقشة هذا الموضوع معنا الدكتورة سلمة من تحية اخصائية الامراض الجلدية والجنسية التجميل الطبي والليزر مرحبا بك يا دكتورة مرحبا بكم مرحبا سلمة في البداية دكتورة شنهي مخاطر استخدام مواد التبيض مواد التبيض احنا طباء الجلد ابدا نتكلم عنهم دائما نتكلم عنهم ولانهم منهم وحلقات عليهم ياسرين ولمولوا منهم بهما اكثر المشاكل جابرين في الامراض الجلدية جابرين هلا من المواد المبيضة اكثر كونسلتازن لجينة واكثر الاستشارات واكثر المضار PHYSALS المواد التبيض مواد التبيض بعد قاعده تانقسم الى ياسم نوع والنوعه هو رائع نوع الكوشكويد الموجودين في MacBOU ياسر كيف تdire marche كل مرة أخذنا طيب جديد واسماءهم ما تنتهى على كل حال هم دائما في غلاب الأحيان في ذو كريتين وفهم روايين قالوا ليتغوكينون ليتغوكينون مادة مبيضة فاغلاب الأحيان في ذو بطاة باكستان اللي متخيل الخلق أنهم مضرين في شارلي وفي عيزة وفي كنزة وفي دينة طارية جديدين قالوا دالفور لكن كل زمن يبدلوا لسم وجي واحدة جديدة يتخيل خلقتنا مايكي في تصعباتها اللوني وتلايق بعضها وغلا هي نفس الشيء بالنسبة لكوغت كويد مضارهم أولا شي ندار على البشرة يمشي في الدم تخيل الخلق أنه داروا على وجهه نوك لا على الوجه ولا داروا على أيديه لا على أيديه هو يمشي في الدم ويزقنا في الجسم قاعتها بالنسبة للمضاره على الجلد بالنسبة للجلد أولا لا يحوز على الجلد ويرقوا حتى جل في ياسم الطبقات حوز عليه هو ويضعف ذلك الطبقات ويرققهم حتى ينعودوا عاد كأنه طبقة واحدة رقيقة قلوا نحن أنه يعودوا الجلقاء كيف تلو بابياد السيقاغات كيف تاقط سيقاريتي كلي محارب سور رقيقهم حوزوا على العروق ويفتحهم عدوا المروعين قالوا فازو ديلاتاسيون اللغو يمفتحوا العروق يعد خدم عليك البلايدة ياسم وعدوا العروق وفتحناك هو اللي يودي الحمراء يحوز على الجلد مراسه ويضعف منعته اللغو يتضعف منعته الجلد عايشين على ياسم جراثين ميجدوا ضرورو deteriorة يعوض عمال كروتكويد يعودوا عاد لهو ضعيف навodu وجودو القو وجودو نفاط وجودو الحب وجودو ياسر وجودو الحساسية وجودو ياسر من حلا وطول الزمن المو YURI لكن ي으면 تختارين ديلة سيته عقب هو الإكالي التي Cristo يأنه لكيت تشاك يترى بأنها حروق أعوان طول ذلك their transition كانوا أنهم لم يدعوه الخلق أقبل أن يزجد شيء من الفضاء ما يوفي يدعوه هل ترجع الناس الدول الحروب؟ هل ترجع الناس الدول الحروب؟ وترجع الدول لونها الأول لونها الأصلي كان أخلار ما عنده مشكلة لأنه يحرق راسه وعاد في بقع سوداء وبقع حمراء كان أخلار وقت لا ينفع عنه الوقاية خرم من العلاج لتخسر وعر عليه لا ترجع معنى أن رجال شبه فيها الليل وقاية بعد قاية الخلق اللي فات وقاع في هذا ينصح أمناته وينصح أخواته وينصح الخلق اللي ما فات عدل عنه به اللي نين يفوتينين يخلق شيء ما تليه اللي كورتش كوي دود ومالي شقوقات الجلد ومالي ينقالهم تفضع ومالي أكاد أنه ما يداوه عنده جلسات اللي يزار الطوال والمشاكل وبالسايف ينفعوه شوي يتوف ونقصه دكتورة فم علاقة بين هذه المواد التبيض وأمراض السرطانجل بالنسبة للجل أي شيء يخلق فيه وفوت فيه زمن مزمن يقد يتحول للسرطانجل معنى أن أي حبة فيه أي قوبة فيه أي شيء مزمن يقد يتحول على طول الزمن يعود للسرطانجل ذاك فهمت شيء؟ معنى أن المواد التجميلية الله معين المواد التجميلية قعمية تجميلية لا يضعف الجلد وينين يضعفوه تجميلية قوبة تجميلية حبة على طول الزمن تتحول وتعود سرطانجل فهم ما يقالوا في البطيطان يتمهوه من راسه يجيبها بترسبه تحت الجل يتمهوه من راسه يترسب تحت الجل وترسبه ذاك يجيب حراش فهم للجل وذاك الحراش يجيب يتحول ويعود سرطانجل أباك الليدروكينون هو مراسه مصرطة يجيب سرطان يمشي في الدم ومحرم بيعه في كل بلاد في العالم فرد محرم بيعه وما ينباع في أوروبا يكون يعيوه طباء يعدلوا منه فترة قصيرة وجيزة يعدوهما دارسين وميشين ما يزيدوا عليه البعض يتكلم عن المرأة التي تلحق تغريبا خمسة وعشرين وعشرين وثلاثين على أن البشرة تحتاج المرطبات تحتاج الكريمات ذيك المرطبات منظرها كانها ضروري على أن رقاج يجيس الطبيب من أجر أن يكتبها له والله يقول كريمات مثلا يقول كريمات صحية كريمات من دون تشخيص وتكاتبها للطبيب في غالب الأحيان شبه رقاج لا يكتب له الطبيب بل الطبيب هو اللي لا يشخص نوعية البشرة ونين يشخص نوعية البشرة يعطيها ذاك اللي محتاجه فهم بشرات ما يحتاج الترطيب بشرات الدهنية ما يلتطور الطب بالعكس يلتطها كريمات ينقصوا على هاد السم ونين تزيدي لهاد السم وزيدية الترطيب يجيد يوخل فيها الحب وزيد يفتح مسامهم فهمتني؟ وبشرات محتاجين الترطيب بشرات محتاجين شي ضد التجاعيد بشرات محتاجين نقص الدسم بشرات كل رقاج محتاج شي يالتو قيس الطبيب السيدة لان يقولوا ما يقدي شخص هذا ما يقدي شخص البشرة هذا تابع الطبيب الجل شن هي أضرار تجميل بالليزر وعمليات اللي يعدروا بالليزر بشرات الليزر أولا نبقي نقول ما هو مسرطة دائما الخلق عنده فكرة يقول لك الليزر يجيب سرطان وليجر كده ما نعفك الفكرة الأشياء المضرقة أننا خايفين منها هما يعملوا والأشياء المضرات لا يعدوهما خايفين منها الليزر أولا نبقي نقول أي حالة من حالات السرطان ويستخدم في هذا من الأمم يستخدم الشعر الزائد خلق من النساء عنده شعر زائد يعود سببه هرمونية يعود سببه لا وراثي ويعود مزعج حتى وعفهم جلسات من الليزر يعدلوه له يقل عزقاب نهائيا ومولي مكاين من الليزر معدلين من بشرة السمراء أرغم ما يحرغوها ولا يودوا لهالتهابات نستخدمه الصياس من الاستخدامات ومعادة الأخرين نعيونه نقلعو به الثالون نعيونه نقلعو به الشيما نعيونه نستخدمه للتجاعيد نعيونه نتخدمه للتقشير نستخدمه للحمرار عنده واسم استخدامات حسب ذاك اللي لازم رقاج وعلى كل حال يلتعد تحت إشراف طبي ويلتعد تحت إشراف طبي ما عنده أي مشكلة طبيب يعرف بي حالة لا يستخدمه ويلتعد تحت إشراف طبي نفهم حقن كيف حقن البوتوكس ضد التجاعيد ما رأيك باستخدام من كل حقن كان عندهم لأضرار جانبية للجسد بالنسبة للتجاعيد نقوله نحن بالنسبة للدهاين ضد التجاعيد وقائيين يعطم يبدأوا مرقاج من 27 سنة سابق يجوا التجاعيد ويجوا التجاعيد ما تلاحظون فيهم الدهين يعطم يبدأ لهم من الحقن الحقن لهم الوحيدين ينفعوا فيهم الحقن نفهم من أنهم نوعيتين نفهم من أن يقال البوتوكس ينضار التجاعيد المسؤولة عنها عضلة ما سبب شلل في العضلة وفهم من الحقن نفهم كيف تلكولاجين تنقص مع الزمن وتنقص معدلة من الحيوانات وتنضار الأماكن التي فيها انكسارات والله فيها نقص في الكولاجين بالنسبة ما فهم أي شيء ما عنده قطرة بالنسبة للتعودته في دائرة طبيب متخصص في الأمراض الجدية زيادة على التخصص في الأمراض الجدية يعطم معدل تجميل الطبي تجميل الطبي هو اللي يعطم له تاقن الدقات مشكلتهم الله في حالهم داروا دائرة ميزينة ولا دائرة ميزينة ولا دائرة ميزينة ما عندهم طبيب يعرفهم ما عندهم أي مشكلة ما عندهم أي مشكلة يعطيهم طبيب متخصص كريمات اللي ضد تجاعد والشي خوخة البعض يقول على استخدامها على أنه يأثر سلبا على البشرة بالنسبة الكريمات اللي يعاطي الطبيب طبيب أبدا ماهو لا يعطي شيء مدر أي طبيب لا يعطيك لا شيء مفيد لك شيء فيه ضرر يحاوله أنه يعطي لك نعطيه شيء من الأمور ويجيب الحساسية ذاك ما معناها ضرر معناها الحساسية هذي كل شيء قد أتحسس حتى المواد الطبية أي تعطي دهينة المية ترقاج ما تحسوا شيء كرقاج جداني واحد تعطيها لو تحسوا هذه حساسية مفرطة عن درقاج ما معناها أن الدهينة مضرة لا معناها أنهو في حساسية من مادة ميك ولا نقدو نحن نعفوها موانيفو تجيرهو بالنسبة لهذه المواد ضد تجاعد كما قلت لك من 27 سنة تقريبا سيخطوه في مناخنا نحن هون الشمس فيه قوي وفيه الريح وفيه الغبرة ذاك تخلق فيه دائما شيخوخها المبكرة وزياد على ذاك الدهين مولي وهذا البطاطة اللي عملوا الناس وعزة البيار وغير شي فور ذاك فور يجيب شيخوخها المبكرة الآن ترقاج يبدأ الدهين تقريبا من 27 سنة سابق يجيه الكمش ما هو نحن الخلقي حانين يكمش وعود عاد مكمش حتى يجيك يقولك دهينة دهينة يكسع ماتها تنفع لكن الدهينة ما تلحكتها عدوها قاعد دهينة تخطع مع حالته وفهم زمن الدهين 27 سنة 30 من الثلاثين قاعد زياد على الثلاثين يلتقاش قاعد يجيك الدهينة لكن يكمش حتى على التعاملية قاعد ماتها تنفع فيه الدهينة لكن فهمت على غير تقاج يبدأ بالعجلة ويقائيا ولا فيه أي شي مضر لا يجيه الطبيب وشخص بشرطك ويعطيك ذاك اللي مفيد لك بدأ يوخر عنك الشيخ وخشو الطريقة السليمة برأيك للمحافظة على صحة البشرة ونظرتها بالنسبة للطريقة السليمة أهم شيء قاعد عنده غسول موافقه يغس قلبيهجه عن طرصبات المناخية عن الجراثيم عن نكفر وعقباك تقول عنده كرم موافقة مغاذية حسب بشرطه كان هلا يتعود لها مغاذية والله كان هلا يتعود مرطبة والله كان هلا يتعود فيها مواد نقول احنا عدنا المواد مبيضة أراهم نعطوه مبيضة ذي كلا تبيض شوية رقاج على لونه مع طول الزمن بشوية رقاج على الشمس بلين يتعود دهينة ويجي الشمس في النهار ويسمره الشمس هذي لان نعطف شوي الشمس لان يجيب اسميرا بيه الميلانين الشمس يجيب سلطانج والميلانين هذا يحمي ضد سلطانج يقوم يصنع ياسق من الميلانين يصنعوا يحمي راسه ضد سلطانج ولو هذي وسيلة دفاع للجسم ضد سلطانج ما قدونا نكبحوه وين نحاولو نكبحوه ملي لا محالة ضغ يا قبرة جيجي سلطانج ومعنى هنها نعمة من عند مولان ولابدو الناس اللي ساكننا في جو كيف جونا نحنا لابدو تعد خضراء يا كدما يزي سلطانج بالنسبة بالنسبة تشوف الخلق اللي في أستراليا اللي احتلوا المناطق الحامية حتى الشمس واخو أهل هذوك الهنود الأصليين واخوهم فيهم نسبة أعلى نسبة عالية من سلطانج باليوم أصلا بيض والأرض ما يأرض لقد أمتي الأرض الكفتنا نحنا لابده اللي يعدخل وحنا مات لها من نعدخل مشكلة فضحنا الإكرهات اللي يديروا إكران سولير اللي يديروا العلايات البعض يقبضوا طبعا دون تشخيص جي واحدة صيدرية تقول نحنا ندور إكران لوجه البعض يقول لنا درجة الحرارة الموجودة عندنا هون لأنها ما تمشي مع ياسر بالنسبة للإكران مفيد بالنسبة للشمس هو ما فهم إكران يحمي 100% كلهم حسب نسبته يقلعوا في نسبة شوي حتى وكل مكتوب 100% ما يحموا أبدا لا يضعفوا عنه رجاج من أشعة الشمس ينجي لوجه يرفلتوها يرجعوا منها يشفتوه وحتى مالي لذان ومالي لا ينفع في ذاك الدقاج اللي يعدلوا أهلنا الأولين كانوا يتلسموا وكان ذاك صين فيهم وبالنسبة للإكران في أنواع حسب نوعية البشرة كان البشرة مدسمة والله بشرة جافة والله فيها الحب والله فيها كذا يلطي رجاج يقبل إكران حسب نوعية بشرته ولا فيه ما فيه أي ضرر إكران فما لشي شائع دائما يقولوا الناس أنه من يجروا إكرانه كحاله إكران أبدا ما يكحل دائما في أسفاري في المؤتمرات العالمية نسول خلق المصنعين الإكرانات اللي مختار عينه وما فيه أي مادة كحال الشيء الوحيد اللي يعدل أن يجي الشمس يرجع من هاي شيء ما فيه مادة كحال ولا يجعود أبدا يكحل فهمت؟ قد عد ذاك الوقت أنت دائرتي تفاعله مع الشمس تحسي شوي بأس ميراء يقال لا ينصق الوجه يمشي ذاك دكتورة كيف يتم علاج حروق والتهابات ما بعد استخدام مواد التبيض أنا أردك شوي لور شر مواد التبيض يعني الناس اللي تجبر أضرار من لك المواد توصل مرحلة معينة قلتت قبلتي على أنها صعيب على أنها تداون دركت تفاصلي شوي بذاك والله الناس اللي يجي عقبلها مواد التبيض صعيب دواها كما قلت لك بشرتها قاعد بشرة ما هي طبيعية بشرة ملحوسة نقول لنا البشرة ما هي ذاك ونصار عدلوا دهاينهم وعدلوا دويتهم سابقا عدلهم يعدلهم ياسر من تجارب وعدلهم تجارب على بشرة طبيعية لكن إن شاء الله وننجي من نحن على بشرة ما هي طبيعية بشرة ياسر من طبقاتها قاعد مقلوع به الدين يعطيك قاعد مفعول ثاني ما هو المفعول الذي دوري نقول لك البشرة مليونة تهبة وحمراء وذلك ما تحمل الدين وخلق يجي عجلان كل يقول لك أننا وقف بوضوين دوقت طيديد هنا تبيع هذا ما هو شيء ما هو شيء قد يشي قايش لا يوقف بوضوين يعطوا دهاين نقالهم مرممين لا دهاين يعاونوا البشرة على تنبت هي البشرة من معطا مولان أنها تنبت لأنه كل الطبقات اللي يقلعها هو نتقدوا ينبتوا مجديد على أغلاء نعاونها لأنها تنبت وترجع لحالتها الطبيعية نبدأ لها مرحلة العلاج مرحلة العلاج العادة فمتشرت نحاول ونعاجهم عن ناس ومن أمور العلاج فم الدهاين فم التقشيق السطحي التقشيق العميق ما قدوا نعادله هون في الشمس المتينة فم إبارة النظارة فيتامينات يبيضوا ويصق لوش نجو نفتش هي مراسهم فم درما بين شي من المكاين فم ياسم الأمور نعادلهم تشات ونخلطوهم يكان نقدوا راو مفعول وفم موليه بالنسبة للعروق المتفتح نعادلهم الليزا معنى أنه لا يعود دواء لمدة طويلة لا بد أن يعود صابر وزيادة على نهاية ماليه بالنسبة للدهاين يوجد شي كابح ميلانين ميلانين كان مكبوح لا نقوله نحن كيف كان محبوس لا يقوم بدل من أنه لا يرجع لحالة طبيعية بالعكس لا يعدل أكثر من حالة طبيعية بهاللي كان محكوم ولا يعدل ياس ياسم ميلانين لا يرجع راقش أكحل من حالته الأولى ومع الوقت ومع الدهين نحاول نرجع لحالة الأولى قاد أفضلهم من الصبر والخلق دائما عجلان عجلان عندك أي تنصحوا حد من المرضى الذي يأتيكم بهذه الأعشاب الطبيعية كي الحناكي بالنسبة للأعشاب من خلق يعدل العشاب شخصيا ما نصح بهم يلاحظ أن هذه العشاب فيهم مواد مبيضة ومحروق والخلق الدائما رعوا في بشرة وعملوا في قدو وأنهم لا يخلطوا معهم الذين هون يخلطوا عشاب ويخلطوا معهم بل يعرفون أن الناس يدوروا لها تبيض وتبيض لا يعدلوا مادة فيه كورتش كويد وأنهم لا يخلطوا أي شيء مخلط ينصح بالنسبة للحنا مادة طبيعية الشيء الواحد يرون عليها هي جيابة الحساسية غنية بمادة دائما أغلب الأمور مادة جيابة الحساسية هو دائما خايفين وشايفين عليها يتحسس منها تأثير هذه المواد التبيض تضع لعضاء الجسم الأخرى ندري كان عندها تأثير عليها مواد التبيض كما قلت لكم أنها تمشي في الدم دائما نقول للخلق أن هذا البقع وهذه التعشات وهذا التبطاط اللي يشوفوا ذلك وذلك اللي قدام يشوفوا لكن يتعدل في العضاء الأخرين هما ما يشوفوا هذا الكورتش كويد هرمون وهرمون أصلا تفرز غد فوق الكلاء وإنجالها إلى السيرانات فهمتش؟ ونحن نجل وهدهين لك الغده توقف شكلتها ونين توقف شكلتها فهم ياسم تلاك وما دخل هو الهرمونات هذه ماشيين من الدماء ويأخذوا على الغده هذه ويأخذوا على هرمونات النساء فهمتش؟ ونين يبلوكي واحد منهم يرجع ذلك في الدباك نقول نحن على سيستم الهرمونات أولا يخصك الهرمونات تامي أولا يخصروا الهرمونات النسائية ويأخذوا عندهم الدرعبات في الدورة وتجبرهم عندهم مشكلة في الحمل وتجبرهم دائما الحمل يضيح ذلك وتجبرهم عندهم مشاكل نفسية الغده اللي في الدماغ نخاعية تفرز موالي تأثر بها دراجاج عنده دبريسون عنده قلق نفسي عنده كتئاب حتى بسيكوز كورتشكويد بسيكوز معناها جنون تام بها لكورتشكويد وفهم موالي ذلك دراجاج موالي لابدالهم كورتشكويد يساعد على سيكريسيون لادغينانين لادغينانين هرمون هرمون سترس نوعي من التحفيز كيف يتعدل سيكريس وعدمو له كأنه دائما متحفز هو دائما نشيط ودائما كذا ونين ما يجيروا يعد لابداله منه معناه أنه يخلق إدمان ذلك هو البيان يقول الخارق نحن مراسنا نعطو كورتشكويد نعطوه في أدوية الحساسية ندو ونكبحو به المناع ونين تلعوه نوقفوه نوقفوه بتدريج بلتدريج بلتدريج يقف وقف شكلتها هو ما لا بدال منهم نين وقف عنه بتدريج تبدأ تشتقل من جديد لما ذلك نين وقفوه مرة واحدة وهي ما بده اشتقل يقال يموت يموت معناه أنه يبدأ نهار عدد ثانين ونهار عدد ثلاثة هذا بالنسبة للهرمونات بالنسبة للسال الأخرين يطلع من السكر في الدم ويطلع تنسيون في الدم وعاد الياسر من الأمره يجيب سلطانا كما قلنا يجيب العلوغة يجيب العلوغة الذي يراعي فيه في جسمه يعرف أنه خلق منه ياسر نقر جسمه ما يراعي فيه ما يراعي فيه ويقع العاد قعموله لا يبيض بيض الزين ما صوي فلا هو أبدا ما لا يبيض اللي لا يخسر لونه العاد البيض لا يتش يخسر لونه عاد أخضار اللي لا يخسر لونه نتكلم شوي عن حب الشباب ندريك كانوا ممالي هذه المواد تبيض عندها تأذير على الناس اللي تعاني من حب الشباب والله الكورتش كيدها ويقيموا حب الشباب ونفهم ماتي نوع من تاجين لكني كورتزونيك تاج ممالي مكيف تاج الخارج تاج كبير ومتينة وليدغوكينو اللبتط يقيموا حب الشباب ويقيموا لي بوانوار انهم إنهم إن يكذر بوانوار وعند طلبوا الحب يقيموا حب الشباب السببه مواد الشباب سببه انو محفز متجولوا ما تجابتو ذلك الحب مشكتو انين يبرع لا يخلي بالله لا يخلي آثار وقع سوداء تداوية كامع طول الزمن سواء تصل الندبات كاد انو ما خالك سيداوية عندو جلسات من اللي ينقصوه ينقصون نحن ينقصون بخمسين في المئة والله ذاك لا بدأوا من قدر من الجلسات وجلسات صعيبة لا بدأوا لهم عدوا ما يرى الشمس وذاك الشي يكن تقص عنه بخمسين عدوا بسبعين يعني تعد نتيجة زين يعني بعد لا بدأ لا يعدى لرقاج دوا صعيب ومتين واعر وذا شفر في الوايا كان قد يسلك من هكذا زين دكتوران تحولوا شوي شور موضوع هون مهم عند الناس كاملة طبعا ليتشاهد هذا البرنامج هو بلونداج اللي يعدلوا به الحواج لعليات تقريبا يتعدلها واحدة مرتين للشهر اذرت مرات للشهر لذلك كان عنده تأذير ما يزاد هو على الجسم والله بلونداج له اكسيجيني مش كنتم تأذيره ما ولا على الزقب واحدة ما نصفر الزقب واحدة نيني ندار على الجل يقلع الجل الفوغانية شو الخرط يتبيض فيه يجير بلونداج على جله بهلي يقلع الطبقة الفوغانية من الجل وذلك الطبقة مهمة وممكن ما قلنا تحمي جلده دياسه من الأمو زيادة على ذلك يعود الجل فيه شروحة والله في الشي ويدخل هو تحت الجسم وين يدخل تحت الجسم يعي يوجي حساسيات نحن دائما نجلون الخالق اللي عيني هوار مين ويورم وشفر ووجي له حساسية والحساسية شي صعيب به اللي تعيقات توجي بحياته قاش بيلي الحساسية تعيق تقلق التنفس ويموت قا عملها فيه ومجعله رقاش قط وداله للك الورم ما علي تليه يرجع بلي هات الورم يلع مرة أخرى يتقع يمشي به وننصحه وزيادة لانو ما يطيح الزقب الخالق اللي يجيه دايما يبقى بلاح واجب يطيح الزقبو حتى ما نقدو ننصحه الخالق به قا بعدين نعود لابد منو قجعد المرانات بعد كله تشغل وبعض تشغل هك شي ياك بعد ياك ما يوجي له بالنسبة لي البرونداج اللي يبيض بالجل ويحرق الجل ويقلع الطبقة الميتة الفوغانية ويمشي في الدم وخطرهم بالنسبة لتساقط الشعر اللي دور تعوده لاحظت على نفس السنوات التالية عادية ما هي أكثر الأسباب اللي تسبب تساقط الشعر تساقط الشعر أسبابه تعي تعد هرمونية المشكلة الهرمونية عادة توخط الشعر في الجسم وتساقطه من الرأس لو لا بدون يجي نقاش شخصه ولا تود عنده مشكلة هرمونية يعود ويراثية الوراثية قعمين فعبية الشعر لابده للمزار الشعر يعود نقص في الفيتامينات ويعود نقص في الفيتامينات ويعود مالي منسبة عوامل خارجية كيف تسباقة كيف تبلونداج كيف تدفخزاج كيراتين أشياء فليندال اللاس يأغرسي الراس ويعود يطيح نقص في العلاج حسب السبب نعطوه الفيتامينات ، نعطوه هذا ما هي تعذيراته على الشعر؟ بالنسبة للكيراتين الكيراتين أصلا مادة مادة بروتين هي مرضة أصلا هي وحدها ما تخسرش تعيقها تعد في شامبوان والفدهين والفش تعد مفيدة المشكلة أني نتعد في التخيط من الكيراتين أنها تدار معها مادة التي تلصقها والذي يلصق لها ياسق من الحمان لكن الحمان يقتل الزقب والسشوار يقتل الزقب ويأغرسيها ويطيحها معناها أنه دائما يجي ناس من خلق من طيح راسه نبدأوا بالعلاج يتداوم المرخة مشكلة أن هذا العلاج الذي تعقبه يرجع رقاش هذه الروايات كاملة إذن نانا شكرك مرة ثانية ظلم أمي اللي يسبوها المواد المبيضة ما اللي ما تكلمنا عنها هي الشعر الزايد قبل كنا نقول الشعر الزايد الشعر الزايد يسبو الشعر لاحظنا أن العلاجات عاد ياسر فيهم الشعر الزايد ياسر فيهم عندهم الحاية كيف تلحية الرجال فهم مشي الهرموني وفهم مشي الوراثي يقع فهم موالي أن الدهين يسبو ذاك الشعر الزايد اللي مشكلة ودواها مشكلة ومتع لهم نختار وتوفي نبها على ذاك موالي وتوفي أن الدهين يسبو ذاك فر وأن بخيسك ما خالقها دهينة حاركة في السوق ما فيها بخدوة يا دكتورة طبعا فهم رواية بقضية الدهين على أن دائما الدهين الذي يكتبوه أطباء الجل حيانا تقعد أسعارهم مرتفعة تقعد ما هي بمتناول الجميع بينما هذه الدهين الأخرى هي بمتناول الجميع لديك المشكلة تنطرح ياسر من الناس الناس اللي ما عندها القدرة على الذهاب لطبيب خصائي جلد لإقتناء ذيك لدوية اللي واعرة حتى كيف تنصحهم حق أن الدهينة تجميلية تقعد واعرة شوي بمواد كوسميتيك ما هي مواد طبية بم من هالشي ما كاتلوا الوعر طبيب الجلد قد أج衡 يلاقي في أي وقت تجميل موجودة في الأطباب العمومية طباء الجلد يموجودين في الأطباب العمومية كونسلتاتيون عندهم غاخيصة وقد أجيهم يأضوها الأكل بمناسبة للمواد بديلة هل تهم مواد ما هي واعرة طبيب يعرف هين يمجيض ويحاول أن يكتبها لك فهمت على كل حال هؤل المواد الأخرى اللي هوينة من معرض ضرارها مواد الجيدة دائما تعود وعرش وهذه مواد مضرّة وزياد عليك تعود في الشمس وتمبع في المرصة وزيدها في ريشة شبه يطير راسه العافية ما يدهن بشي شبه يتم يتلثم عن الشمس ويصقى الوجه بصابون البارد ويطير راسه العافية حتى من يديرها والدهاية متخيلوا أنهم صحيين ولا أنهم لا يصقلوا ولا أنهم لا يتلثم عن الشمس ويسترع البعض يقول أعلن شامبوهات فيهم واحدين دويل الراس لهم فيهم واحدين زاد ما ليهما فيهم مادة ولا خاضي هما بيانة أعلن فيهم مواد مصرطين هما فيهم مواد مير شن هي منذرا شن هما ذوك شامبوهات اللي محرم في الاستخدام منذرا كان عندك معلومات عنه مياسر من المواد التجميلية وأخذ فيهم مواد مصرطين هما وهم شامبوهات وحدهم في استكاة البيطان وشي من الدهاي دائما الشركة نشوف نفهم مشكلة في الدهينة دائما تسحبها من السوق في أغلب الأحيان في أغلب الأحيان نحن نحاول أن نكتبها مواد عدو ما فيهم شك أنهم فيهم مشكلة شكرا جزيلا الدكتورة السالمة من تحياء خصائية الأمراض الجلدية والجنسية والتجميلة الطبي واللعزار شكرا جزيلا عليكم شكرا لكم مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحتك إذا نتقل في حلقة قادمة في آمان الله